اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بطارية والمسبح الطاقة التي ستكون في البطارية بالضرورة البطارية لديها طاقة أي لديها نمط تخزين الطاقة لديها نوع من أنواع الطاقة وبالضرورة ستحولها إلى جملة أخرى أي نمط تحويل الطاقة وهناك أربع أنماط نتكلم عنها إذن كل جملة لديها طاقة وهذه الطاقة لا تستحدث ولا تزول وإذا اكتسبت جملة طاقة معناها جملة ثانية فإنها بالضرورة قد أخذتها من الجملة الأولى معناها نفس الطاقة وتنتقل من جملة إلى جملة أخرى وللتعبير عن كيفية تحويل هذه الطاقة في تركيبة ما من جملة لأخرى نستعمل ما يسمى بالسلسلة الطاقوية بكل بساطة السلسلة الطاقوية تشبه السلسلة الوظيفية كل جملة نكتبها داخل فقاعة بيضاوية ونربط بين الفقاعات بسهم اتجاهه من اليسار إلى اليمين في مكان فعل الحالة نكتب رمز ممط تخزين الطاقة لدينا أربع رموز لأنماط تخزين الطاقة وفي مكان فعل الحال أداء نكتب رمز ممط تحويل الطاقة لأن الطاقة ستحول من جملة إلى جملة ولدينا أيضا أربع أنواع سنتكلم عنها نبدأ أولا بأنماط تخزين الطاقة معناها التي نكتبها أسفل الفقاعة البيضاوية إذن أنماط تخزين الطاقة لدينا نوعان نوع الأول على المستوى العياني على المستوى العياني معناه يمكننا أن نراه بالعين المجردة لدينا طاقة حركية أسي نرموز لها بالرمز أسي طاقة حركية معناه عندما يتحرك جسم يدور ينساحب كل هذا الكلام يعتبر طاقة حركية لدينا النوع الثاني طاقة كامنة أبي طاقة كامنة الطاقة نحن كما نعلم أن رمزها أينرجي وهناك أنواع طاقة حركية أسي نرموز لها بالرمز أسي وطاقة كامنة أبي في الطاقة الكاملة لدينا نوعان النوع الأول كاملة ثقالية معناها طاقة كاملة ثقالية ثقالية معناها لهذا نوضيف هنا طاقة كاملة ثقالية ولدينا طاقة كاملة مورونية معناها مورونية مثل الطاقة الموجودة في النابث رسول والطاقة الكاملة الثقالية عندما يسقط جسم مثلا فإن طاقته الثامنة الثقالية ستؤثر في حالة سقوطه ولدينا على المستوى المجهري طاقة داخلية طاقة داخلية لماذا على المستوى المجهري لأننا لا يمكننا أن نراها بالعين المجرد طاقة داخلية ورمزها مثل طاقة الموجودة في البطارية لا يمكننا أن نراها بالعين المجرد الآن سننتقل إلى أنماط تحويل الطاقة التي توضح فوق السهم لدينا نمط الأول وهو تحويل ميكانيكي نرمز له بالرمز W معناها عندما مثلا الجملة الأولى تدير الجملة الثانية أو الجملة الأولى تدفع الجملة الثانية كلها تحويل ميكانيكي معناها تحول لها طاقة ميكانيكية معناها حركية التحويل الثاني تحويل كهربائي ونضيف لها E تحويل كهربائي وهذا التحويل الكهربائي مثلا البطارية تغذي معناها ستقدم للمصباحة طاقة كهربائية معناها تحويل كهربائي كولون الحرف كولون أو ك تحويل حراري عندما نقول كلمة الجملة الأولى مثلا الجملة الأولى تسخن الجملة الثانية تسخنها معناها تحويل حراري تسخنها تعطيها طاقة حرارية ولدينا ER تحويل إشعاعي مثال أقدم لكم مثال عن تحويل إشعاعي جملة توضي جملة مثلا مصباح يوضيء الوسط الخارجي يوضيء بماذا بالإشعاع إذن إشعاع أو يعطيه طاقة إشعاعية معناها يوضيءه ونرمز لها بالرمز ER إذن هذه الرموز يجب عليكم حفظها إذن أعيدها W تحويل ميكانيكي W تحويل كهربائي كولون تحويل حراري ER تحويل إشعاعي بالنسبة لأنماط تخزين الطاقة EC طاقة حركية EE طاقة داخلية EPP طاقة كامنة ثقلية EPE طاقة كامنة مورونية سأقدم لكم مثال بسيط هنا ونلاحظ إن كنتم قد فهمتم هذا أو لا إذن هنا لدينا تركيبة وقد قمنا بها سابقا قمنا بها سابقا في الدرس السابق متكونا من جسم وبكارة ودينامو ومسباحة وهذه التركيبة تمثل تركيبة تسمح لنا بإشعاع المسباحة بواسطة سقوط جسم أو حجر كما قلنا في الحصة الماضية إذن ماذا نكتب هنا؟ نكتب الجسم داخل الفقع البيضوي الأولى ثم ماذا؟ ثم البكارة ثم الدينامو ثم المسباحة الكهربائي سنريد أن نشكل السلسة الوظيفية الآن الجسم ماذا سيحدث له؟ سيسقط ماذا سيفعل البكارة؟ يدير إذن فعل الأداء يدير البكارة البكارة ماذا سيحدث لها؟ تدور ماذا ستفعل للدينامو في عال الأداء؟ تدير البكارة من شكل الحرف الأول تدير عفو الملياء هنا تدير الدينامو ماذا سيحدث له في عال الحالة؟ سيضور ماذا سيعطي للمسباح؟ أو ماذا سيقدم لها؟ أو ماذا سيفعل له؟ يغذي والمسباح في الأخير يتوهج ممتاز الآن قد قمنا بتشكيل سلسلة وظيفية الآن انطلق من السلسلة الوظيفية نريد أن نشكل السلسلة الطاقوية ماذا نفعل؟ نعيد كتابة الجمل كما هي لا نغير شيء إذن الجسم البكرة الدينامو المسباح الآن أسفل الفقاعة نكتب ماذا؟ هنا نكتب في عال الحالة وهنا نكتب ماذا؟ نكتب الرمز من الرموز أنماط تخزين الطاقة ولدينا أربع رموز ما هي هذه الرموز لتخزين الطاقة؟ لدينا إما طاقة حركية أسي سأعيد كتابتها هنا إذن هذه قلنا طاقة حركية يجب عليكم دائما أن تعيد كتابتها وذلك بعد حفظها أسي طاقة حركية أ إ طاقة داخلية أ ب ب أ ب ب طاقة كامنة ثقالية أ ب أ طاقة كامنة مرونية إذن هذا الجسم سيسقط أكيد ولكن يسقط بفعل ماذا؟ سيسقط بفعل الأرض معناه لو لا الأرض أي الجاذبية الموجودة في الأرض لما سقط إذن هنا يمكننا كتابة ماذا؟ يمكننا كتابة جسم زائد ماذا؟ زائد أرض لأن هذا ضروري يمكننا كتابة جسم زائد أرض هنا أيضا جسم زائد أرض جسم زائد أرض الأرض لماذا أضفناها؟ لأننا قلنا الجملة هي عبارة عن جسم أو مجموعة من الأجسام لأن لو لا الجاذبية لما سقط الجسم الآن هذه الجملة الأولى ما هي نوع الطاقة أو ما هو نعمة تخزين الطاقة الموجود فيها؟ أولا الجسم سيسقط يسقط معناه لديه طاقة حركية أين هي الطاقة الحركية؟ أسي إذن نكتب هنا ماذا؟ نكتب أسي زائد بما أنه يسقط معناه الجسم لديه ثقل وبما أنه لديه ثقل معناه لديه طاقة كامنة ثقلية معناه زائد ماذا؟ زائد أ بي هذا ضروري جدا أعيد إذن الجسم لديه سيسقط معناه لديه طاقة حركية ولديه ثقل معناه لديه طاقة كامنة ثقلية هنا نوظف الطاقة كامنة ثقلية في سقوط الجسم أو الحجر نأتي إلى هنا فوق السهم فوق السهم نكتب رمز من رموز أنمات تحويل الطاقة أنمات تحويل الطاقة أيضا لدينا أربعة ما هي إذن لدينا كما قلنا تحويل ميكانيكي دبلو في تحويل كهربائي تحويل حراري تحويل إشعاعي هنا الجسم ماذا سيبع للبكرة سيدير يدير معناه سيحركها إذن تحويل كيف هو ميكانيكي يدير تحويل ميكانيكي ماذا نكتب دبلو في مباشرة نأتي هنا ونكتب دبلو في هكذا جيد الآن البكرة البكرة ستدور تدور معناها طاقة حركية إذن نكتب أشي لوحدها تدور طاقة حركية ولا يهمنا هنا طاقتها الكاملة الثقالية لا يهمنا طاقتها الكاملة الثقالية بل يهمنا طاقتها الحركية فقط فوق السهم ماذا سنكتب تدير معناه تحويل كيف هو أيضا ميكانيكي نكتب W الدينامو يدور يدور معناه طاقة حركية هناك بعض الأساتذة يكتبون هنا طاقة داخلية ولكن نحن نرى بأن الدينامو سيدور يدور معناه طاقة حركية أعسي ماذا سيفعل المسبح سيغذي يغذيه معناه طاقة كيف هي أو ما هو نمط تحويل طاقة هنا تحويل كهربائي إذن ماذا نكتب عفوا نمط تحويل W تحويل كهربائي يغذي معناه بالكهرباء إذن تحويل كهربائي نكتب W المصباح الآن المصباح سيتوهج يتوهج هل له طاقة حركية إذن لا هل لديه طاقة كاملة ثقالية هل يهمون ثقال المصباح هنا لا لأنه لن يسقط ولا نحتاج لسقوطه هل لديه طاقة كاملة مرونية هل هو مرين لا إذن لديه طاقة داخلية المصباح لديه طاقة داخلية هكذا ونكون بهذا قد أنهينا السلسلة الطاقوية لهذا التركيب سأخذ مثل ثاني ونلاحظ إن كان الشرح مفهوم أو لا وذلك بالعودة إلى التركيب الأولى التي قمنا بها في الحصة الماضية إذن إشعال مصباح بطريقة مباشرة بطارية ومصباح سأعيد كتابة السلسلة الوظيفية هنا إذن لدينا بطارية داخل فقاعة لدينا مصباح كهربائي أيضا داخل فقاعة بيضاوي نربط بينهما بماذا؟ بسح السلسلة الوظيفية الآن بطارية ماذا قلنا؟ تتفرغ مصباح كهربائي يتواهج فعل الأداء بطارية عفوا تغذي تغذي إذن وهذه سميناها سلسلة وظيفية الآن نريد إنشاء السلسلة الطاقوية السلسلة الطاقوية ماذا نفعل؟ نعيد كتابة السلسلة كما كانت في السابق إذن بطارية ومصباح كهربائي نربط بينهما بسهم الآن تتفرغ كلمة تتفرغ معناه البطارية هل لديها طاقة؟ هل لديها طاقة حركية؟ هل نحتاج إلى طاقتها الحركية البطارية؟ معناه لا هل لديها طاقة كاملة ثقالية؟ هل نحتاج لثقال البطارية؟ لا هل لها طاقة كاملة مرونية؟ هل هي مارينة؟ لا إذن لديها طاقة داخلية نكتب E مباشرة نكتب E طاقة داخلية نتابع البطارية تغذي إذن نمط تحويل الطاقة لدينا أربعة هل تغذي معناها حولت لها حركة تحويل ميكانيكي لا هل حولت لها حرارة لا هل حولت لها إشعاعات لا إذن ماذا حولت لها حولت لها كهرباء إذن تحويل كهرباء نكتب مباشرة W نكتب W تحويل كهربائي المصباح الآن المصباح الكهربائي عندما يتوهج هل له طاقة حركية لا لا نحتاج إلى حركة المصباح هل له طاقة كامنة ثقالية لا لا نحتاج إلى ثقاله هل له طاقة كامنة مرونية لا ليس مرين هل له طاقة داخلية إذن نعم هكذا نسأل أنفسنا حتى نستطيع معرفة نوع تخزين أو نمط تخزين الطاقة لكل جملة وبهذا نكون قد أنهينا السلسلة الطاقوية وفي الدرس القادم إن شاء الله سأقدم لكم كل الأمثلة الممكنة عن تركيبة الوظيفية التي ستطرح لكم إن شاء الله في الاختبار وفي الأخير لا تنسوني أبناء التلاميذ من صالح ذوائكم وأي سؤال أو سفسر اتركوا تعليق أسفل فيديو وسأجيب عنه في الفيديو المقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر